ازايكم؟ في الفيديو بتاع النهاردة جاي اشرح لك ازاي تقدر تختبر اعلاناتك على سناب شات يعني ايه تختبر اعلاناتك وهل مفروض ان انا وانا بعمل الاعلان بتاعي ابقى مقرر ان انا اعمل اعلان واحد بس بتصميم واحد بس ولا الصح ان انا اختبر اعلاناتي يعني اشوف الاعلان ده هو اللي هيجيب مع الناس ولا الاعلان دون واللي ناجح وماشي كويس اسيبه واللي واحش اوقفه وكمان هل الصح ان انا اعتمد على استهداف واحد فقط ولا الافضل ان انا قسم الموضوع في مجموعات اعلانية هو ده اللي احنا جاين نتكلم عليه في الفيديو بتاع النهاردة بس خليني في البداية اقول لك لو بتفرج علي على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشارل الفيديو ولو بتفرج علي على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد يلا بينا نبدأ الفيديو وتعالي اقول لك ازاي تختبر اعلاناتك على سناب شات خلينا كده مبدئيا قبل ما نخش في الخطوات العملية افهمك اصلا يعني اختبار اعلان ببساطة شديدة كده انا دايما بقول انك انت لما تيجي تعمل اعلان ممول على اي منصة سواء سناب شات فيسبوك تيك توك ما تعتمدش على تصميم واحد فقط للاعلان ما تعتمدش على كرياتف واحد فقط للاعلان دايما يفضل انك انت وانت بتعمل الحملة بتاعتك تأسم الاعلانات بتاعتك يعني الحملة بتاعتك يكون فيها مجموعة اعلانية بغض نظر واحدة او اتنين ده مش موضوعنا دلوقتي بس المجموعة الاعلانية الوحدة يكون فيها اكتر من اعلان وده ليه علشان خاطر تبدأ تشوف اني اعلان اللي جايب مرضود اكتر مع الناس وتسيبه شغال والاعلان اللي مش جايب مرضود كويس توقفه فبالتالي تبقى انت كده اختبرت اول حاجة وهي الكرياتف يعني اختبار الاعلانات ان انا شوف اني اعلان اللي جاب مع الجمهور بتاعي اكتر طب امتى بقى اقسم مجموعات اعلانية يعني مخلي الحملة بدل ما فيها مجموعة اعلانية واحدة والمجموعة دي فيها كذا اعلان ممكن اخلي الحملة نفسها فيها اكتر من مجموعة اعلانية وكل مجموعة اعلانية فيها اكتر من اعلان امتى بعمل ده امتى بتعمل ده على سبيل المثال لو انت عندك كاتجرز مختلفة يعني على سبيل المثال انا هعمل مجموعة اعلانية للغسلات والغسلات دي هيبقى فيها اللي جي وسامسونج وتوشيبة وهعمل مجموعة اعلانية تانية للتلاجات والتلاجات دي هيبقى فيها مثلا سامسونج وتوشيبة واللي جي ده طبعا على سبيل المثال او على سبيل المثال ان انا هعمل مجموعة اعلانية استهدف بيها مثلا الرياض وهعمل مجموعة اعلانية تانية استهدف بيها جدة فقط فاذا انا هنا خلفت الجمهور فيعتبر ان انا بعمل اختبار للجمهور بتاعي عايز اعرف انهي جمهور اللي هيشتري مني وتفاعل اكتر الجمهور بتاع جدة مثلا ولا الجمهور بتاع الرياض هي دي بالضبط فكرة اختبار اعلانات سناب شات وفي نفس الوقت هي برضو الطريقة اللي بنختبر بيها اعلاناتنا على تيك توك او على الفيسبوك او على اي منصة ففكرة ان انت تقسم المجموعات الاعلانية او انك انت تعمل مجموعة اعلانية واحدة جواها اكتر من اعلان هي دي فكرة الاختبار او انك انت تختبر الاعلان بتاعك طب ازاي ده بيحصل يلا بنا بقى نروح للشاشة وتعالى نشرح الكلام ده عملي هنيجي هنا مثلا على سبيل المثال هتلاقيني هنا ان انا عامل حملة اتنين تلاتة اربعة عامل كزا حملة على سبيل المثال وليكن مثلا لو جينا دخلنا جوا الحملة دي هتلاقي مثلا حملة يوم التأسيس دي دي كانت حملة اعلانية عاملها مع عامل عندي في المملكة العربية السعودية جواها مجموعة اعلانية واحد مجموعة اعلانية اثنين مجموعة اعلانية تلاتة لو دخلنا مثلا على المجموعة الاعلانية الاولى هنلاقي فيها منتج واحد ومنتج اثنين لو جينا مثلا كده على سبيل المثال دخلنا على المجموعة الاعلانية التانية هنلاقي فيها منتج واحد بس لو جينا مثلا على سبيل المثال على المجموعة الإعلانية التالتة هنلاقي فيها منتجين طبعا أنا بناء على الريزلس اللي بتطلع قدامي والسوايب والكوست والكلام ده كله وببدأ أحدد مين المجموعات الإعلانية النجحة واسيبها ومين الإعلانات اللي فشلة وببدأ أوقفها يعني على سبيل المثال كده لو جينا هنا دوسنا على التاب بتاعت القادز دي هنلاقي أنا هنا قدامي أربع خمس إعلانات والإعلانات دي كلها حد الآن ممكن تكون ماشية كويس فإحنا كلها سايبينها شغالة طيب إزاي برضو الكلام ده بيتعمل لو روحنا هنا مثلا كده على سبيل المثال ودوسنا على create ad وجينا هنا كده اختارنا الوضع الأدفانصد عشان ننشئ حملة وليكن مثلا هنختار حملة traffic لوب سايت وبعد كده هنيجي هنا ندي اسم للحملة وبعد كده نختار تاريخ بداية الحملة ونهايته وبعد كده ندوس next فهيبدأ automatic هو يعمل لي أول مجموعة إعلانية وليكن مثلا أنا المجموعة الإعلانية دي هسميها غسلات فهيجي هنا في المجموعة الإعلانية دي أنا أحط البدجت بتاعها وليكن يومي هصرف 50 دولار مثلا على سبيل المثال وأبدأ بقى أحدد الاهتمامات والسن والكلام اللي احنا شرحناه قبل كده ده وبعد كده أدوس على next فهيجي هنا للمرحلة بتاعة إنشاء الإعلان فهيجي مثلا هنا على سبيل المثال أحط إعلان وليكن مثلا الغسلات دي هيبقى جواها LG وهاجي هنا هرفع الصورة بتاعة الغسلات يعني وليكن الصورة دي طبعا أنا برفع أي صورة ده على سبيل التجربة فأنا هنا عملت مجموعة إعلانية وأنا بعمل الاستهداف بتاعي اختارت مثلا على سبيل المثال إن أنا هستهدف هنا وليكن مثلا كايرو أو هنا في سناب شات مسمينها القاهرة وجيت بعد كده في المجموعة الإعلانية بتاعتي جيت هنا في LG بدأت إيه أحط الإعلان بتاعي وطبعا هاجي هنا في الهيدلاين كده وحط الهيدلاين بتاع الاعلان بتاعي اللي هو بيظهر هنا كده بهذا الشكل وهاجي تحت اختار الكلتو اكشن مور لان طبعا انا بعمل اعلان ترافيك فهحط هنا الموقع الالكتروني بتاعي وبكده يكون انا انشأت اول اعلان ابابلش بقى? لا ما بابلش طب بعمل ايه بقى؟ بروح جايي واقف كده على الاعلان ده وادوس على دبليكيت اد فبيبدأ يعملي نسخة تانية من الاعلان فباجي هنا كده على الاسم دو وابدأ اسميه سامسونج مثلا على سبيل المسال او توشيبة وبعد كده باجي هنا برضو بحط الوفر زي مثلا عشرين في المية او الهيدلاين بتاعي زي ما انا عايز اكتبه وباجي هنا ادوس على ديليت كده للكرييتف ده واعمل ابلود للنوع التاني بقى اللي هو بتاع توشيبة وليكن مثلا هنفترض ان دي صورة اعلان توشيبة وابدأ احدد وحط صورة الاعلان الجديد بتاعي طبعا هو هنا كان جاب لان الصورة اللي انا كنت بحاول ارفحها من شوية كما قاسها مختلف فالمهم انا جربت على اي صورة تانية فانا اصبح هنا الغسلات دي فيها ال جي وفيها توشيبة وممكن اكرر العملية ديا او ممكن بدل ما اعمل دابليكيت اروح جاي واقف هنا كده ودوس على كريت اد فيبدأ يعمل لي اعلان تالت تحت التوشيبة والال جي وليكن مثلا ده هنسميه سامسونج مثلا وابدأ اعمل نفس الخطوات تاني وهكذا طيب انا كده عملت مجموعة اعلانية حاطت فيها خمسين دولار مثلا ممكن اجي بقى اعمل مجموعة اعلانية تانية تحت نفس الحملة روح جاي واقف هنا عند الغسلات واعمل دابليكيت للآد ست يبقى انا كده بعمل هنا دابليكيت للمجموعة الاعلانية الكاملة ممكن هنا روح جاي مسميها السلاجات او التلفزيونية تسميها تيفي مثلا فهو هنا بيقول لك انت عايز تعمل دابليكيت للمجموعة الاعلانية بالتلات اعلانات اللي فيها ولا عايز المجموعة الاعلانية بس فانا ممكن هنا روح جاي مختار ان انا دبليكات المجموعة الاعلانية بس لاني انا كده كده لسه هنشئ اعلانات جديدة تحت المجموعة الاعلانية دي فاختاري الاختيار ده وادوس على دبليكات فبدأ هنا عملي مجموعة اعلانية تانية فهاجي هنا واحدد البجت بتاع المجموعة الاعلانية التانية لما بدوس عليها كده فهقول مثلا عايز المجموعة دي اصرف عليها تلاتين دولار فواحدة يسألني هالفلوس اللي بتتحط في المجموعة الاعلانية دي بتتصرف على ايه? هل بتتصرف على كل الاعلانات اللي تحت الموضوع بيمشي كلقاتي? ان حضرتك مثلا في الغسلات روح تجاي حاطة خمسين دولار فالخمسين دولار دول هيتقسمه على الـ LG والتوشيبة بس مش بالتساوي وما البيئة طبقا للأداء طبقا للبرفورمانس طبقا لتفاعل الناس يعني ممكن تلاقي ان هو صرف هنا تلاتين وهنا عشرين ممكن تلاقي هنا ربعين وهنا عشرة حسب التفاعل بتاع الاعلان عشان كده انا بختبر الاعلانات عشان كده لما الاعلان بيشتغل ببدأ احكم عليه واشوف اللي جايب نتيجة واسيبه واللي مش جايب نتيجة اوقفه طب احكم عليه بعد ده ايه? انا من وجهة نظري مش اقل من اربع خمس ايام ده اقل واجب عشان تحكم على اعلان شغال بالفعل وهنا برضو لما تختار المجموعة الاعلانية دي هتقدر تحط البودجت اللي انت عايزه للمجموعة الاعلانية دي يعني كل مجموعة اعلانية ممكن تحط لها بودجت مختلف عن التانية طيب انا هنا عملت مجموعة اعلانية ممكن ايجي هنا بقى في اخلف بدل ما اختار القاهرة مثلا وليكن مثلا اختار البحر الاحمر الفيوم اي حاجة يعني بغض النظر يعني بقى انا هنا بستهدف جمهور وفوق في الغسلات بستهدف جمهور تاني بقى انا هنا اكني بعمل الاختبار للجمهور. طب ممكن اعمل مجموعتين بيستهدفوا نفس الجمهور? اه ممكن. طب ليه اعمل دوا? عشان ممكن تحط هنا المجموعة دي بتستهدف نفس الجمهور بس هنا حططلهم غسلات والمجموعة دي بتستهدف نفس الجمهور وهنا حططلهم طلاجات. ليه اعمل كده? طب احطهم تحت المجموعة علانية واحدة بنعمل كده في حالة ان انا مقرر وعايز لازم يتصرف فلوس على الغسلات ولازم يتصرف فلوس على الثلاجات يعني انا عايزة بيع من ده وعايزة بيع من ده فبالتالي لازم افصلهم في مجموعتين لان لو حطتهم في مجموعة اعلانية واحدة ممكن اعلان او اتنين بس لتليهم ماشي كويس وباقي الاعلانات واقفت او مش شغالة كويس فهتضطرت وقفة فممكن يبقى الاعلانين اللي شغالين كويس بهم بتوع الغسلات بس او اعلانين بتوع الثلاجات بس وتبقى انت خسرت باقي المنتجات فاحنا بنستخدم الحالة دي في حالة ان انا عايزة ابيع من كل الكاتجرز بتاعتي او من كل فئات المنتجات بتاعتي يعني فالمهم هو هنا ببقى اعملك اول اعلان بتبدأ تمشي على الخطوات نفس الموضوع بالزبط وليكن مسا انا هرفع الصورة دي. کلي الماس مش مزبوط تعالوا نرفع الصورة تانية وليكن مسا من الصورة دي. وببقى كده عملت اول اعلان وبعد كده ممكن ادوس على المجموعة اعلانية ديان ودوس على كريت اد او ان انا ادوس على الاعلان نفسه وادوس على وغيره. ممكن عادي اروح جاي دايس عليه هنا وادوس على. طيب مسلا علي سبيل مثال انا عملت الاعلان دوا غسلات ونسيت وحطيته جوة تيفي انا حطيته جوة التلفزيونات. وعايزة اله اللي ده يعني عايزة اله اللي المجموع الان انها دي اعمل ايه. ممكن اوقف عليها كده وادوس على موفت وان منظر اد سيت اد سيطい ماديها مجموعات اعلانية. وبختار المجموع الاعلانية اللي اسمها غسلات وادوس على ريق الساين اد فبيبدأ ينقل الاعلام بتاعي فوق بهذا الشكل. بعد ما بخلص القصة دي بدوس على نيكست وبعد كده ببدأ بابلش الاعلام بتاعي عادي جدا. انا هو انا ده نيكست الاد سيت وبعد كده بدوس هنا عند وبدوس هنا على بعد ما بتنشي الحملة بتاعتك بتلاقي الحمالات بتاعتك كلها تحت بعضها لو انت نشئ حملة واحدة بس زي ما احنا كنا عملنا فهتلاقي الحملة ظاهرة قدامك كده هتدوس عليها هتبدأ تلاقي المجموعات الاعلانية احنا كنا عاملين اتنين انا هنا في الاعلان ده على سبيل المثال تلاتة فتبدأ تشوف المجموعة الاعلانية بتاعتك اللي مش عاجبك ممكن توقفه او ممكن تخش جوه المجموعة الاعلانية نفسها لو الاعلان ده حسيت ان ده جاب نتيجة احسن من ده فاللي وحش توقفه واللي شغال كويس بتسيبه طب بتحكم بناء على ايه بحكم بناء على الصرف بحكم بناء على الريزولتس بحكم بناء على تكلفة النقرة بتاعتي على الاعلان مثلا على سبيل المثال وعندي حاجة مهمة جدا هنا داي بضيفها وهي الفريكوانسي الفريكوانسي ده اللي انا عايز اعرف دلوقتي الاعلان العميل الواحد شافه كم مرة والدنيا مشيت ازاي لان ده بيبقى معدل مهم جدا فانا لو جيت في الكولم هنا كده وحددت او صرشت على فريكوانسي فيبدأ يجيب لي فريكوانسي هنا بعلم عليها علشان تبدأ تظهر هنا معي بهذا الشكل فانا الفريكوانسي عندي طول ما هي اقل من اتنين الدنيا عندي بتبقى في اللذيذ يعني ما عنديش مشكلة انا بس ما بحبش علل تكرار بتاع الاعلان ان هو يعدي رقم اتنين علشان ابقى ضامن ان الاعلان ما بيتشافش للشخص الواحد كزا مرة لان الموضوع ده بيعمل حالة زهق وملل للعميل المهم في الاخر انت بتبدأ تقارن الاعلانات بتاعتك جوا كل مجموعة اعلانية وممكن تقارن المجموعات الاعلانية كلها في الحملات بتاعتك واللي عجبك بتشغله او بتفضل سايبه واللي مش تمام بتوقفه وبكده بتكون انت عملت اختبار لاعلاناتك على سناب شات وبكده اكون انا شرحت لك يعني ايه تعمل اختبار لاعلاناتك على سناب شات ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتفرج عليها على الفيسبوك ولو بتفرج عليها على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته